موسيقى أهلا بكم تبدو السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط عاقب فوز جو بايدن في الرئاسة على اعتاب مرحلة جديدة بعد الطابع المتهور الذي غلب على استراتيجية سلفه دونالد ترامب في المنطقة وثم التوقعات أن يعتمد الرئيس الجديد سياسة أكثر اتزانا وعقلانية وأن يضغط لعادة التفاوض مع إيران مثلا بشأن برنامج يانوي لعادة رسم المشهد الإقليمي مرة جديدة خاصة تعقيدات الوضع في العراق في ظل تعظم هيمنة إيران والميليشيات الموالية لها والتي باتت تستهدف المصالح الأمريكية خاصة سفارتها في بغداد بشكل شبه يوم السياسة الأمريكية الجديدة لإدارة بايدن في المنطقة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها لسنة التالية هل ستكون ثمة ستراتيجية جديدة لإدارة الرئيس بايدن في المنطقة تختلف كليا عن ستراتيجية سلفه ترامب وهل ستكون هناك رؤية مختلفة لإدارة بايدن عن رؤيته السابقة بشأن العراق عندما كان نائبا لأوباما وهل تخلى بايدن عن مشروع أو فكرة تقسيم العراق إلى فدراليات طائفية وقومية بعد انتهاء ظروف طرح هذه الفكرة والمشروع وهل ستواصل إدارة بايدن الجديدة دعمها العملية السياسية الحالية في العراق حتى مع بلوغها عتبة الانهيار الكامل واستحالة تقويمها أو تصحيح مسارها وهل سيواصل بايدن سياسة سلفه ترامب في خنق إيران اقتصاديا لإجبارها على إبرام اتفاق النووي الجديد وفق شروط أمريكية مختلفة وجد ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني عبد الوهاب القصام ترقب وحذر يسود الأوساط الإقليمية مع تنصيب جو بايدن رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وتزداد دائرة الحذر والتوتر في إيران وأذرعها في المنطقة لتنظر ماذا فاعل بها بايدن حيث ترجو طهران أن يكون بايدن طوق نجاة لها لتستعيد دورها التقريبي إلى أيام ذروته التي شهدتها في عهد باراك أوباما بانية هذا الحلم على أن بايدن رئيس ديمقراطي سيعمل نكاية بالجمهوريين خلاف سلفه ترامب لكن تصريحات المسؤولين الأمريكيين الجدد لا تصب بصالح إيران وأبرزها تصريحات مرشحي وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين الذين أكدا أن واشنطن ستستمر بممارسة أقصى ضغط على إيران حتى تتخلى عن أنشطتها المزعزعة بما في ذلك مشروعها النووي الاتفاق حول هذا الملف بنسخة أوباما سبق لبايدن نفسه أن نفى العودة إليه ففي تصريح صحفي له قبل عدة أسابيع أكد أن العودة إلى الاتفاق النووي أمر ممكن لكنه صعب بنفس الوقت ومشروط بتغيير سلوك إيران في المنطقة وبطبيعة الحال فإن تطبيق هذا الشرط يعني تحويل إيران إلى دولة دون مشروع توسعي وذلك ما يتنافى مع النهج الذي بني عليه النظام طهران ولا يمكن له أن يعيش مقلم الأظافر مجردا من فكرة التوسع الإقليمي علاقة بايدن مع إيران تنعكس بشكل قطعي على العراق وسوريا واليمن ولبنان وتحديدا على الميليشيات المنتشرة في هذه الدول وإن كان العراق بتركيبته السياسية المرتبطة بالميليشيات هو المعني الأول بالتوجه الأمريكي الجديد يؤكد متابعون للمشهد الأمريكي أن جو بايدن يتفق مع ترامب بالهدف بالنسبة للضغط على إيران لكن الاختلاف بينهما يقتصر على الوسائل والسبل للوصول إلى هذا الهدف إذ أن السياسة الخارجية الأمريكية وخصوصا تجاه القضايا الحساسة تحكمها السياسة العميقة وليس الإدارات المتغيرة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة والمحتملة لإدارة الرئيس جو بايدن في المنطقة وخاصة العراق وطبعا إيران ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وسيكون معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث مرحبا بالضيوف الكرام جميعا إياكم الله نبدأ مع ضيفنا من واشنطن هو أقرب إلى الحدث وإلى الواقع وإلى صنع القرار دكتور عبد الوهاب القصاب في واشنطن دكتور عبد الوهاب في ورقة لمجموعة الأزمات الدولية تقول أن إدارة بايدن أمامها تحدي كبير أو معضلة كبرى أو مشكلة كبيرة وهي أنها لا بد أن تغادر إرث وتركة ترامب إدارة ترامب السابقة لكن أيضا غير متاح لها أن ترجع إلى ما كانت عليه الأمور قبل تولي ترامب الرئاسة في أمريكا هذه إشكالية كبيرة فعلا هي إشكالية كبيرة إذا كان واقع هكذا هل تستطيع إدارة بايدن الخروج من هذا المأزق الكبير الموضوع فيه؟ تحياتي لك وللأخوة العزاء الزملائي معك على الطاولة وللسادة المشاهدين يعني بالتأكيد نحن الآن بأزاء سياسة خارجية جديدة يمكن أن نطلق عليها هكذا باعتبار أن رئيس الولايات المتحدة حقيقة تحديدا هو مسؤول عن ملفة العلاقات الخارجية ونحن نغادر حقبة يمكن تسميتها بحقبة لا سياسة وحقبة لا استراتيجية حقبة عبث بها الرئيس السابق بشكل مزري نتج عنه هذا التغول الإيراني وواسع النطاق في المشرق العربي وفي اليمن بلغ صلف الميليشيات في العراق أنها بدأت تستهدف السفارة الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق بشكل يومي دون أن تلقي بالا لكل ما كان يتفوه به ترامب أو وزير خارجيته لأنها كما يبدو كانت تعلم أنه هو أم في شبك وهذه واحدة من الخصائص الرئيسية لشخصية ترامب الشخصية الملتبسة الشخصية غير متوازنة كان هناك امتحان عسير لترامب كان عليها أن يتخذ قرارا يحافظ به على النصالح القومية للولايات المتحدة عندما أسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية والتي أوقف بشكل مفاجئ قبل عشر دقائق ضربة كانت ستعاقب إيران على ذلك مما أطلق يد إيران لأنها علمت بأن هذا الرجل يجعجع أكثر مما يمتج وأن العقوبات التي يفرضها لا تعني مؤسسة المعممين بشيء تعني الشعب الإيراني مسكين لكن دكتور ترامب تصف بأن له جعجع لكن آذى إيران وأوجعها باغتياز سليماني وهو طبعا هذا الشخص له مكانة تعرفها في إيران مع أيضا أبو مهدي المهندس الذي يفهم أولويات وتراتبيات السياسة الخارجية الإيرانية سيصل إلى قناعة أن الأشخاص لا يعنون شيئا لمؤسسة المعممين وأن الأشخاص هم بشر مصرفون يمكن أن يصرف في كل وقت وهو فعلا سليماني آذى المخططات الإيرانية في المشرق العربي لكنه بنفس الوقت سليماني تحول إلى عبء على المؤسسة ذلك لأنه بدأ يطرح نفسه كمنافس وأنا واثق لأنه لو كانت هناك انتخابات رئاسية مقبلة لكان سليماني رئيس الجمهورية الإيرانية ولو تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية لسلك سلوكا آخر يغير حتى من آلية ومؤسسة الحكوم ذلك لأنه ليس من مؤسسة المعممين وإنما من مؤسسة الحرس الثوري والحرس الثوري يطمح في كل يوم لكي يأخذ بزمام الأمور كاملة بيديه دون أن يكون مرتبطا بولاية لفلان أو علام وهذه لحظة قد تأتي في المستقبل عندما سيغادر الواجهة الولي الفقه الحالي نعود إلى الرئيس ترامب أنا قلت أن عقوبات ترامب آذت الشعب الإيراني وهذه حقيقة يعني الشعب الإيراني يعاني حتى الآن والشعب الإيراني يعني خطيئته الوحيدة هو أنه أعطى ولائه لهؤلاء ونواتق بأنه سينزع ولائه في أول لحظة يكون فيها حراً ولنا أن نعود إلى 2009 الانتفاضة الخضراء التي انطلقت من جامعة الأحواز والتي هددت حقيقة المؤسسة الكهنوتية التي تهيمن على السلطة في إيران من جذورها هذا هو الحقيقة الآن نعود إلى الرئيس بايدن الذي أضحى رئيساً للولايات المتحدة منذ أول أمس كانت أمام هذا الرئيس جملة من القرارات الفورية التي عليه أن يتخذ بها قرارات حازمة وحاسمة تعيد مسار الأمور في السياسة الخارجية والولايات المتحدة إلى مسارها ولعل أول ما يمكن أن يتبادل إلى ذهننا هي قرارات أربعة القرار الأول يخص الشأن الداخلي حقيقة وهو الطريقة أيضاً للفضلة والغير المتوازنة وغير المنضبطة التي تعامل بها الرئيس راه مع أزمة الكوفيد 19 كان يسار على أن لا يلبس القناع هو وأنصاره هو حقيقة وأنصاره كانوا سبباً من أسباب هذا الانتشار الفضيع للوباء بالفترة الأخيرة إذن هذه هي الأولوية الأولى والتي خصص لها يوم أو يوماً أو ثلاثة الأولى من رئاسته وهو يرتب الأمور وقد تعهد بأن يؤمن مئة مليون جرعة في الأيام المئة الأولى بما يعني مليون جرعة يومياً بما يعني حقيقة تلقيح ثلث المجتمع الأمريكي تحصينهم وهذا حقيقة لو نجح فيه لكان إنجازاً كبيراً ثم فرض لبس القناع الكمانة وهذا أيضاً إنجاز كبير ثم وضع الخبير المهم اللي هو فاوسي دكتور فاوسي على رأس مستشاري دكتور أستميحك عذراً لأن الوقت عندنا ضيق ونحن الحقيقة نركز على تأثيرات أو استراتيجات على المنطقة والعراق يعني لا سمحت لي ما كان يوسم به الرئيس بايدن بأنه هو صاحب مخطط تقسيم العراق وهو مخطط حقيقة يعني يحسب عليه لكنه تراجع عنه وهناك شيء مثبت أنه لم يكن يتصور أن الشعب العراقي غير قابل للقسمة شيء من هذا القضية وأظن أنه تراجع عن مخطط التقسيم دون أن يعني ذلك التراجع عن الفيدرالية كأساس نظام حكم في العراق يعتبروه الأمريكيون أنه واحد من أنجح النظم في الوقت الحالي لأنه مطبق بشكل ناجح في الولايات المتحدة مثلا دون أن يأخذون بالا إلى درجة الوعي والتقدم السياسي وبعد أبعاد النظام الفيدرالي إذن هذه نقطة مهمة النقطة الثانية أنه حتى في حقبة الرئيس أوباما التي كان هو فيها نائبا للرئيس والذي كان يحمل الملف العراقي وكان يحمله حقيق منذ زمن طويل دكتور سنتحدث اسمح لي نتحدث أكثر عن خلفية بايدن ومعرفته التفصيلية ربما بالملف العراقي والتي تعود إلى حقبة كونه كان نائبا للرئيس أوباما نتحدث بتفصيل أكثر في سياق هذه الحلقة دكتور عبد الحميد العاني الملاحظ أن العراق الحقيقة لم يركز عليه كثيرا في الحملات الانتخابية لا لترامب ولا لبايدن الذي أصبح رئيسا وأصبح الملف كأنه ملف ثانوي هامشي تتقدم عليه ملفات أخرى فعلا العراق لم يكن بالأهمية التي كان عليها في السياسة الأمريكية في عقلية صانع القرار الأمريكي كما كان علينا حال 2003 وما بعدها لا بالعكس يعني القضية أو الناحية العراقية الموضوع العراقي موضوع مهم جدا في السياسة الأمريكية وفي مشروعها في الشرق الأوسط عموما ولا يمكن أن تتخلى عليه بسهولة لكن لم يكن في هذه الأوقات يصعد أو يرتقي إلى الحدث الإعلامي الذي يركز عليه قياسا إلى الأحداث الأخرى التي باتت ربما إعلاميا وخاصة حينما يخاطب هؤلاء الساسة يخاطبون شعبهم ضمن صراعاتهم أو حملاتهم الانتخابية السابقة فكان هناك أولويات هذه الأولويات أكثر شيء كانت منصبة أو موجهة إلى القضايا الداخلية وكما أشار قبل قليل الدكتور عبدالوهاب إلى جزء من هذه القضايا الداخلية لذا رأينا أنه بايدل في أيامه الأولى ركز عليها الآن يعني تفي تنفيذ هذه الأمور فإذن يعني عدم إيراد هذه القضية أو الموضوع العراقي في حملاتهم الانتخابية وما جرى ليس معناها تنازلا أو تراجعا لأهمية العراق وإنما تراجع فقط ناحية إعلامية وتقديم ملفات أخرى وإلا نرى أنه لا يزال العراق هو إلى الآن ساحة ضمن الأماكن التي يتم فيها تنفيذ الاختلاف بينهم وبين شريكهم في المنطقة وهو إيران نعم أشكرا دكتور رافع الفلاحي طبعا سامح نتأخرنا عليك نحن مرحبا هلا دكتور بعد حالة التصعيد الواضحة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بلغت ذروتها طبعا في قتل دارة ترامب للرجل القوي في النظام الإيراني قاسم سليماني قاد فيلق القدس الميليشيات الآن في حالة تصعيد ضد المصالح الأمريكية قصف شبه يومي للسفارة الأمريكية في العراق وتهديدات أيضا مستمرة باستهداف المصالح الأمريكية وغيرها هذا النظام الميليشيوي الموجود الآن في العراق الذي صممه الأمريكيون ويدعمه طبعا الإيرانيون بعد هذا التصعيد بعد هذا التصادم على أقل سياسي وطبعا إعلامي واقتصادي بين أمريكا وإيران وطبعا الميليشيات هل سيبقى نظاما مدللا كما كان بعد عام 2003 يحظى بهذا السخاء والدعم غير المتناهي في ضوء ما يجري في العراق الآن من عملية يعني عضل الأصابع بين إيران وميليشياتها من جهة وأمريكا من جهة بداية أستاذ ماجد أولا يعني أحييك وأتحمد لك على السلامة وعودتك إلى هذا البرنامج وعودتك إلى العمل الله سلام أحيي أخوتي يعني الضيوف الكرام معك الدكتور عبد الحميد الدكتور عبد الوهاف أهلا وسلم دكتور يعني في حديثنا عن الربما نحن نختار هذا الموضوع والحديث حضرتك اختارت هذا الموضوع في فترة انتقال من عهد ترامب إلى عهد بايدن نعم يعني عندما تدرس الموضوع وترى أمريكا وتقرأ التاريخ كله وتقرأ الرواساء والسياسات الأمريكية ربما تخرج بعنوان هكذا خرج بعنوان يعني ربما رئيسي هو سيقودنا إلى سؤال حضرتك إلى إجابة عن سؤال حضرتك نعم هناك يعني ربما هذا العنوان هو يعني هكذا تصوره اختلاف التصرفات واتفاق بالأهداف نحن نعرف أنه في أمريكا هناك الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري وسياسات نعم قد تبدو مختلفة بالشكل بالمظهر العام لكن في الأهداف التصرفات في الاتجاهات متفقة الحزبين يغرفون من نفس البئر الحقيقة وتشابهات واحدة والدليل على هذا أنه بايدن كتب قبل أن يتولى الرئاسة بأيام كتب في مجلة فورين إيفرس كتب يعني نشر مقالة وكتب فيها بالتحديد قال كرئيس الولايات المتحدة سأتخذ خطوات سريعة لتجديد الديمقراطية والتحالفات الأمريكية وحماية مستقبل الاقتصاد الأمريكي لتقود الولايات المتحدة العالم من جديد وما همنا هذه العبارة الأخيرة لتقود الولايات المتحدة العالم من جديد هذا نفس الكلام اللي يقوله ترامب واللي قاله أوباما وقاله بوش ويقول الجميع وفي نفس المقال تحدث أيضا قال التعامل الأمريكي لا بد أن يكون وفق مبدأ العطاء بمقابل لا عطاء بلا مقابل الدعم والحماية لها ثمنة وهذا مبدأ ترامب يعني هذا مبدأ اللي كان يصرع لي ترامب وهو تبنا بهذه الطريقة فالحديث عن أن ترامب عمل خلل وهذه قضية يعني لي عليها مآخذ كثيرة فدعنا منها عموما هذا الكلام إذا ما أسقطناه على الوضع في العراق العراق بلد مفلس الآن حقيقة وصل بعد 17 سنة إلى بلد مفلس بسبب الفساد والخراب والاعتماد الآخرين والكل ينهف منه ولديه ديون يحتاج إلى معونة العالم ويحتاج إلى أمريكا دعما عسكريا ودعما ماديا واقتصاديا وربما الدعم الاقتصادي والمادي أكبر لأنه يحتاجه هو يذهب إلى البنك الدولي نعم وإلى صندوق النقد الدولي يضعون عليه شروط كبيرة لكي يستلف مليار أو مليارين دولار بينما هو يحتاج إلى عشرات بالمئات المليارات من الدولارات لتحسين وضعه وليستمرار العملية السياسية هنا نبدأ بتطبيق هذا المبدأ مبدأ العطاء بمقابل الذي يتبنى الآن بايدن أعلن أنه يتبنى لهذا المبدأ مثل ما تبنى ترامب لكن ربما سياسات بايدن ستكون أوضح ربما أكثر عقلانية ربما أكثر انضباطا ربما لكن الهداف واحدة فبالتالي منذ فترة طويلة ونحن نعرف أنه الملف العراقي ركن على جنب أمريكا أخذت مصالحها ما تتعامل مع العراق وفقه يعني جعلته ساحة لصراحة مع إيران فقط يعني العراق كان ورقة للتعامل مع إيران وما زال ورقة للتعامل مع إيران وبايدن سيتعامل بهذا الموضوع البعض يتحدث أنه إيران ما دمنا قد أتينا على ذكر إيران البعض يتحدث أنه بايدن يعني هو علاقات قوية مع إيران هذا لا يعني شيئا هناك قضيتين أساسية يجب أن ننتبه إليها هناك القضية الأولى هو أمن إسرائيل هذا بالدرجة الأولى والقضية الثانية هي النظام الدولي الجديد هناك نظاما دوليا جديدا يشرف على الخروج مرة أخرى والولايات المتحدة لذلك بايدن قال يجب على الولايات المتحدة أن تقود العالم أيضا يريدون أن تستمر قيادة قيادة الولايات المتحدة العالم دكتور اسمح لي في نقطة إذا سمحت لي دكتور راح اسمح لي أهمية العراق أشكرك في نقطة العراق وإيران هذا النظام الموجود الآن في العراق الأمريكيون دفعوا من أجل تصميمه طبعا دماء كثيرة آلاف الجنود قتلوا عام 2003 الآن هذا العراق الجديد في الخندق الإيراني هناك ميليشيات وأذرع وفرق موت موالية لإيران في حالة حرب مع الأقل معلن ظاهرا مع أمريكا استهداف لسفارتها استهداف لأرتالها العسكرية استهداف لمصالح حيوية أخرى وما على ذلك تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية متضررة من هذه الممارسات من حالة الحرب التي تعلنها الميليشيات ضدها أم القضية جزء من لعبة متفق عليها ومرسومة أم أن الأمر قد خرج من يد الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي خرج عن السيطرة ولن تستطيع أن تفعل شيء سيد ماجد هذا الموضوع كان قديم ليس جديد لكن الولايات المتحدة لم تكن تعيره أي انتفاه ولم تكن تهتم له لكن عندما بدأ الصراع هذه الممعكات هذه المعاكسات مع إيران بدأ الموضوع يهمه هذا الموضوع من البداية هي من قدمت العراق على طبق من ذهب مثل ما يقولون لإيران هي من سمحت تحت غطاءها تتشكل هذه الميليشيات هي لديها أهداف تتفق فيها مع إيران وهي تعطيم العراق أضعاف العراق وهذا هدف أساسي تتفق إيران وأمريكا عليه لذلك تخادموا في العراق طوال هذه السنوات لكن في هذه القضية تعاكسوا الآن بدأت القضية الميليشيات تتحرش بأمريكا بأوامر إيرانية لغرض يعني بعث رسائل إيرانية ومنها حتى التبجير الذي حدث قبل يومين يعني أول أمس الذي حدث هذا أو أمس الذي حدث هذا التبجير هذا جزء من هذه الرسائل الإيرانية داعش ما داعش هذه قضية ونحن يعني هذه معقائدية ومعقيدتنا هذه كذبة كبيرة داعش الآن نعرف بمن تقاد وكيف تقاد وهذه قضية أخرى فالقضية الآن يعني هذه جزء من اللعبة إيرانية تريد أن تقول أنه إيران لدينا يد طولة في العراق ومصالح أمريكا في المنطقة وفي العراق مهددة وعلى أمريكا بايدن أن تحسب حسابها وترى الأمور بشكل آخر وتسمح للسياسة الإيرانية أن تمضي في طريقه وهنا العقبة هنا تبدي النقطة الثانية التي هي أمن إسرائيل التي لا تريد من إيران أن تمتلك السلاح النووي وهذه هي القضية المهمة وأمريكا لن تتراجع في عهد ترامب في عهد بوش في عهد من سيأتي بعد بايدن بايدن لن تتراجع هذا المبدأ إيران يجب أن لا تمتلك هذا السلاح سنتحدث دكتور قضية باكستان مرة أخرى نتحدث عن احتمالية عودة إدارة بايدن إلى اتفاق نووي مع إيران لكن بشروط هناك من يتحدث أنها شروط قاسية ومهينة ومذلة وليس الأمر كما كان في عهد أوباما عندما أبرم هذا الاتفاق النووي بين أمريكا وبين إيران مع بقية القوى الدولية الخمسة اسمح لي أيضا وظيف الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة عن الرؤية الاستراتيجية أو استراتيجية أو الرؤية الأمريكية المحتملة والمتوقعة لإدارة بايدن للتعامل مع المنطقة طبعا ما يهمنا هو العراق وما يتعلق بالعراق إيران وما إلى ذلك بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش يبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في الاستراتيجية الأمريكية المحتملة لإدارة الرئيس الجديد جو بايدن للتعامل مع المنطقة ما يهمنا طبعا العراق وما يتعلق به إيران النفوذ الإيراني ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور عبد الوهاب القصاب دكتور عبد الوهاب القصاب في واشنطن أنت وآخرون كثر يعتقدون أن بايدن قد تخلى عن فكرة أو مشروع تقسيم العراق إلى كانتونات طرح هذه الفكرة الآن غير مناسبة أو انتهت وهناك حديث أنه قد تكون للإدارة الجديدة رؤية مختلفة للتعامل مع الوضع في العراق وتعقيدات وما إلى ذلك تعتقد فعلا ستكون هناك رؤية جديدة لإدارة بايدن للتعامل مع العراق إذا كان فعلا هناك في الأفق رؤية جديدة ما هي ملامح هذه الرؤية ملامح أولية على الأقل نعم بالتأكيد هناك نظر جديد على الأقل فيما عبر عنه الرئيس بايدن في مرحلة ما عندما تبين أنه قد غادر فكرة التقسيم القسري للعراق إلى ثلاث مكونات بعد أن تبين له أيضا استحالة هذا التقسيم ولكن الآن الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن البال أن الوضع القريب جدا من إيران الذي اتخذته إدارة أوباما السابقة كان في حقبته الثانية عندما تولى وزارة الخارجية جون كيري وجون كيري كان قريبا جدا من إيران بل يكاد يكون محامي إيران حقيقة يعني الآن بلينكين ليس جون كيري جون كيري أنيطت به قضية المناخ وسيعني تأخذ منه وقتا كبيرا وبلينكين قريب جدا للكيان الصهيوني إذن ستأخذ هواجس الكيان الصهيوني بعكبارها هواجس حقيقية دكتور هناك من صرر دكتور عبدالله القصاب أن إدارة بايدين قد كلفت وزير الخارجية السابق جون كيري للتفاوض مع إيران هناك تسريبات تقدر أنت شوي في واشنطن ممكن تأكد أو تنفيه أنا حقيقة هناك تكهنات أن من وراء الستار بدأت مفاوضات أو جس نبض في نيويورك لم يؤكد أن جون كيري هو الذي سيقوم بذلك جون كيري أنا أعتقد لديه مهمة صعبة ومعاقدة وكبيرة وهي العودة إلى اتفاقية طاريس وموضوع المناخ الذي يعني يليه يوليه الرئيس بايدن أهمية كبرى لأنه تسبب بخسارة مئات المليارات من الدولارات للولايات المتحدة نعم أظن وهكذا الذي سينفذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة هو وزير الخارجية المسمى نعم والذي هو أيضا دبلوماسي قديم مخضرم والذي هو قريب من من إسرائيل كثير نعم وذلك من هنا قلت هواجز إسرائيل ستكون في المقدمة ولأن هواجز إسرائيل ستكون في المقدمة ولأن أوباما قد فتح آسف ترامب قد فتح بابا جديدا للعلاقة بين الكيام الصهيوني ومحيطها العربي سيكون إراق ضمن هذه الرؤية ستحاول الإدارة الأمريكية ضم العراق إلى الرؤية التي تسري حاليا وهي عملية تطبيع عربي صهيوني هذا واحد لكي تؤمن هذه الحقيقة ينبغي أن لا يكون هناك نفوذ نفوذ ما لأي قوة تعادي ولو اسميا هذا التوجه في العراق وهنا فأن الوجود الإيراني الكثيف والثقيل في العراق أرى أنه سيكون مرفوض من قبل الإدارة الأمريكية الحالية هنا أيضا لكي يؤكد على كلامي علينا أن لا نذهب بوهم أن إيران يمكن أن تكون حليفة ندية للولايات المتحدة الصغار لا يمكن أن يكون أندادا للكبار ومهما كبرت نفخت أو نفخت نفسها إيران أقليميا فإنها صغيرة مقابل القوة الكونية الأولى لحد الآن على الأقل وهي الولايات المتحدة إذن عندما المصالح تفترق سيحدد الحليف الأكبر أو القوة الكبرى المسار الأحداث وليس إيران إيران الآن في أضعف حالاتها منهكة اقتصاديا مرفوضة شعبيا دكتور اسمعني اسمعني قبل قاتل بغيرها حتى الآن فرصة كثيرا في الوضع الإيراني بسبب العقوبات ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية وجزء من رؤيتها العامة في المنطقة طبعا وأيضا هنا ذكرت أن البعد هو أمن إسرائيل في هذه القضية وأنها لن تسمح بأي نفوذ يعادي ولو إسميا لإسرائيل هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمضي باتجاه رفع الهراوة على أذرع إيران في العراق الذين على الأقل في خطافهم السياسي والإعلامي يشيرون ويعلنوا العداوة للكيان الصهيوني أو إسرائيل وما إلى ذلك هل تعتقد أن أمريكا ستذهب باتجاه إن لم تتأدبوا وترجعوا إلى الطريق المستقيم فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ كذا وكذا عقوبات اقتصادية قد تكون هناك ضربات أيضا عسكرية لمواقع الميليشيات هل سنذهب إلى هذه النقطة؟ أنا لا أستبعد أن تتساعد الإجراءات الأمريكية الصارمة حياء الميليشيات بدأت حقيقة في حقبة ترامب فمبيو أدخل فالح الفيار في مركب العقوبات وحاول الكثيرون التهوين من هذا القرار لكنه الذي يعلم آلية القصاد الدولي يرى بأن أموال هؤلاء في أي مكان كانت أصبحت شبه محجوزة وقد يعني عانى كثيرون من الذين وضعوا تحت العقوبات من هذه الحقيقة أنا أعتقد بأن العقوبات ستتساعد الإرهاب يعني وضع هذه الميليشيات خصوصا بعد الذي جرى في يوم ستة قانون في الهجمة على الكونغرس عندما دعا الرئيس بايدن هؤلاء الناس الداخليين بالإرهابيين أنا أعتقد بأن وصم هذه الميليشيات الخارجة عن القانون بأنها منظمات إرهابية ستجعلها من وجهة نظر القانون الدولي ومن وجهة نظر القوى التي تعادي الإرهابيين أو القوى الإرهابية بوضع جديد وستجبر في هذه الحالة وأنا واثق مما أقول ستجبر إيران على أن تتبرأ من هذه الميليشيات إيران المعروف عنها تاريخيا أنها لا تقاتل بنفسها هي تقاتل بأياد الغير والدماء التي تسفك وتساحي دماء الغير الضربات الإسرائيلية شبه اليومية في سوريا موجهة إلى ميليشيات بجلها عراقية ثم باكستانية وغانية الذي يقتلهم قادة الإيرانيون من الحرس التوري وليست هناك ضربة لم يظهر ضحيةها قائد إيراني هو الذي يقود هؤلاء المساكين الذين جاء بهم لكي يقاتلوا للمشروع الإيراني المشروع الإيراني إلى غروب المشروع الإيراني الإقليمي إلى غروب الظروف لم تعد تتيح له أن يتمدد التحدي الإقليمي بدأ يكبر التحدي الإقليمي لهذا المشروع بدأ يكبر الآن على الأقل هناك تحدي واضح وهو تحدي الكيران الصهيوني تحدي آخر بدأ ينمو وأنا أظن هنا أجازل حقيقة وأنا أقول بأن حتى ضربة التفجير قبل يومين قد يكون بشكل وآخر رسالة مبطنة لقوتين الولايات المتحدة أولا رسالة ثم إلى تركيا التي تفاهمت مع العراق لإيقاف مد البيككا في العراق إذن هناك تحدي إقليمي واضح لا يقبل ولن يقبل بتمدد إيراني من جبال الفامير على حدود الصين إلى البحر المتوسط هذا المشروع دفن ودفن نهائيا الذي بقى فيه هو العقابيل التي أنا أظن أنه في يوم من الأيام خصوصا بعد رفض الشعب الواسع النطاق في العراق لهذه الميليشيات ولقادتها بل حتى ولمرجعياتها سيأتي يوم يدفن هذا المشروع في العراق متى يبقى كم سيحصل العراق أو الشعب العراقي على دعم أشكرك دكتور واضح دولي أو إقليمي لكي يصل إلى هذه النتيجة ما يهمنا في هذا المشروع الذي يسير نحو القبر أو الدفن كما يقول دكتور عبدالوهاب القصاب هو ما يتعلق بالعراق دكتور عبدالحميد العاني هناك من يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية برغم كل ما يجري في العراق العملية السياسية شبه ميتة لأن الحاضنة الرئيسية لها كما يقول دكتور القصاب أيضا إلى غروب وأنها ميتة برغم كل ما جرى من هذه العملية السياسية هذا الانهيار الكامل ما جرى من قتل في التظاهرات حوالي ألف من المتظاهرين والقتل ما زال مستمرا العملية السياسية الآن يسيطر عليها من قبل الميليشيات وهي في خندق إيران والمفروض هذا المشروع هو مشروع أمريكي بالأساس لكن الولايات المتحدة الأمريكية ليس أمامها مع إدارة بايدن طبعا من خيار آخر إلا أن تمضي بهذا المشروع وتدعم هذا المشروع حتى وإن كان جثة ميتة متفسخة ومتعفنة لا زال الرهان عليها نعم ولذلك ربما ما ذكره الدكتور رافع بكلامه أنه أمريكا قد ركنت الملف العراقي على جنب ربما إعلاميا أو على حساب الأولويات الأخرى نعم لكن الملف العراقي كما قلت أنا في البداية لا يمكن التنازل عنه وتركه وإنما هو ملف مهم جدا للسياسة الأمريكية قوضية الآن أنه تصدر الميليشيات المشهد في العراقي هذا لا يعني أنه قد انفلت الأمر وفقدت أمريكا زمام السيطرة على هذا المشروع المشروع لا يزال يسير على السكة التي تريدها أمريكا ولا يزال وجودها في العراق موجود لم يتأثر إلى الآن يعني حتى قبل أشهر لما أعلن ترامب عن خطة كبيرة من الانسحاب اتضح أنها مجرد عادات قليلة للانسحاب لكن لا تزال السفارة الأمريكية هي التي تقود ولا تزال القواعد ولا غير ذلك أتفق مع الدكتور عبدالوهاب حينما قال أن الهواجس الصهيونية الهواجس الكيان الصهيونية الآن هي مهمة بل أنا أقول هي دائما هي في المقدمة ولذلك هذه الهواجس هواجس الكيان الصهيوني متعلقة طبعا عراقية تأثر بهذا لذا نقول المشروع الأساسي لأمريكا في العراق هو إضعاف العراق هي حماية هذه العملية السياسية لا بد أن تبقى تبقى هذه العملية السياسية لأنها هي المظلة القانونية لأن يسير المشروع الأساسي لأمريكا في العراق وهو إضعاف العراق تفتيت وتفتيت أتكلم حتى لو قال يعني باديا تنازل ضبما ظاهريا عن مخطط التقسيم لكن التقسيم والفيردرالية هذه شكل الهدف الأساسي أو المشروع الأساسي هو إضعاف العراق تدمير العراق تدمير القدرات البشرية ليس فقط المادية التدمير الأساسي للقدرات العراقية تدمير قدرات البشرية وذلك يكون بزراعة الفتن وتعميق الهوى بين مكونات الشعب العراقي وهذا المشروع حتى لو تصدرت الآن الميليشيات في الواجهة هي تنفذ فالميليشيات تصدر اليوم المشهد إنما هي أدوات لتنفيذ هذا المشروع الأمريكي وإن كان ربما البعض يحلله على أنه فوز أو ربما نوع من الرجحان كفت إيران في العراق تحديدا نعم هذا صحيح لكن أمريكا تسمح بمثل هذه المساحة من التحركات لعدوها لمخالفها أحيانا للحليف أو للمخالف لها في حدود أنها تحقق بصارحها الكبرى ومشروعها الأساسي وأهدافها بعيدة المدى وهو الخط الاستراتيجي أما التكتيكات كما هو معروف فهي ممكن تتغير بتغير الزمان وتغير المصاري نعم دكتور رافع الفلاحي المسؤولون الجدد في إدارة بايدن أطلقوا جملة تصريحات الحقيقة ضد إيران فمثلا مرشح بايدن لوزارة الدفاع لويد أوستن قال إن إيران ما زالت تمثل تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وقواتها في الشرق الأوسط وأيضا وزير الخارجية الجديد بلينكين قال لست حزينا لا أشعر بالحزن على مقتل سليماني بسبب الدماء التي سببها وأيضا هناك تعهد بعدم السماح لإيران بابتلاك سلاح نووي كل هذه التصريحات فيها يعني في ثناياها كأنه طبعا قرئت هكذا على أنها ثناء على سياسة ترامب في التعامل مع إيران ومع أطراف إيران أو أذرع إيران وأيضا فيها إشارة إلى أن الإدارة الجديدة ستمضي على نفس هذا الطريق وربما أكثر تشددا وبالتالي هناك تأثيرات ومزيد من الضغط على النظام الميليشياء الموجود في العراق الذي تلابيبه بيد إيران وبالتالي هناك عملية إضعاف لهذا النظام في المستقبل إضعافه من إضعاف الأصل إيران نعم هذا حقيقي أستاذ ماجد لذلك عندما تحدث دكتور عبد الوهاب عن أواجس إسرائيل وأنا قلت من إسرائيل واحدة من النقاط الأساسية هذا هو الوذن يعني مهما كان الرئيس القادم بايدن غير بايدن كان يعادة ترامب يأتون بآخر نفس السياسة لأن أمريكا تعتبر يعني ضمان أمن إسرائيل وقوتها وتفوقها هذا رقم واحد فلذلك لا يسمحون إيران غير واقعية بالتصرف إيران صرفت كل أموالها كل ملياراتها لدخرة كل قدرات عسكرة المجتمع جوعة الشعب من أجل مشروعها ومشروعها هو أن تتمدد في المنطقة وتكون قوة إقليمية لها وزنها وهي تعتقد أنه لكي تكون قوة إقليمية عليها أن تتوسع في المساحة تأخذ مساحات تسيطر عليها ويكون لديها سلاح ردع قوي وهو السلاح النووي وهذا السلاح لن تستطيع الحصول عليه مهما فعلت كل فكر الإيراني الآن منصب في الحصول على السلاح النووي وهذا خط أحمر يعني خط أحمر إسرائيلي وخط أحمر بالتالي أمريكي نعم فبالتالي العودة إلى الاتفاق نعم بايدن سيدعو إلى العودة إلى الاتفاق الذي وقع أوباما عام 2015 لكن بشروط جديدة لذلك هذه التصريحات التي تحدثت عنها من المسؤولين جدد في إدارة بايدن عن إيران هذا وضع طبيعي لكي يعيد إيران إلى واقعية يقولوا لإيران كوني واقعية في سياسة هذا المشروع انتهى صفر مهما كان الرئيس يجب أن ينتهي لذلك عندما يقول أن المشروع يعني دكتور عبد الوهاب عندما يقول أن المشروع الإيراني إلى غروب إلى نهاية فعلا لأنه يجب أن ينتهي هذا هذا لن يسمحوا به وإيران تعتقد أن قرونها القوية هي في هذا السلاح النووي هذا ما تقاتل به إذا منتهى هذا المشروع انتهت إيران وهي فعليا ستنتهي وأمريكا شئنا وأباينا لديها حلفاء في الخليج كثر وتعتمد عليهم ويعتمدون عليها ويدفعون وهذا المبدأ التعامل وفق المبدأ العطاء بمقابل هذا موجود إذن على أمريكا يعني بالرقم واحد إسرائيل وحلفاء في المنطقة ومصالحها كلها معرضة إلى الخطر إذا ما استمر هذا المشروع الإيراني ليس عبا في العراق وليس عبا في المنطقة ولا ليس لها علاقة ميليشيات تقتل تذبح تفض مظاهرات وعرف منه هذا ليس له علاقة في أمريكا أمريكا يعني لا تتنم لهذا الموضوع ولو نذكر أن الميليشيات هذه كانت تقاتل تحت بغطاء الأمريكي طوال سنوات في العراق لا تعنيها شيئاً لكن عندما تصطدم مع مصالح إسرائيل ومع مصالحها الذاتية هنا الخط الأحمر يبدو واضح وأمريكا ستصدى لهذا لذلك القادم فيه إشارات واضحة للصواريخ الإيرانية يجب أن تنتهي منها وهذا سينزع يعني سيقلع أسنان إيران يعني هذا هذا النمر اللي من ورق سيصبح فعلياً نمراً من ورق فعلياً وبالتالي المنطقة يجب أن مثل ما قال بايدن نعم قبل أن يتوج رئيسه مثل ما يقول كل المسؤولين المنطقة يجب أن تستكر استقرار المنطقة بهذا الموضوع إيران مشروعها ماضي إلى الهلاك إلى الذهاب وهي صرفة كلها هذه الأموال صرفة كل هذا نعم هذا التوسع هذا النمول العسكري بهذا الشكل اللي تفخر به هذا ليس له ثمن هذا علق كلها لعساب الشعب وعساب التنمية وحساب الاقتصاد لذلك إيران تخلفت كثيراً بهذه السنوات من أجل أن تنمو عسكرياً وهذا النمو العسكري له حساباته وصلوا إلى الحد الذي سينهون فيه هذا النمو العسكري وبالتالي هذا سينعكس على العراق العراق ورقة في هذا الموضوع نعم العراق والميليشيات ورقة نعم الميليشيات وإيران برقماتية سيحاولون بكل الطرق مثل ما قال الدكتور عبد الوحاف ستتخلى عنهم لكن هذا التخلي لا يعني شيء العراق سيطلبون المساعدة من أمريكا هذه المساعدة مادية وسياسية وعسكرية هذه بثمن على العراق أن يكون واضح هذا النظام عليه أن يكون واضح عملية سياسية غير عملية سياسية لا يعني شيء يجب أن يكون واضح أنت مع من نحن داخلي في صراع مع إيران إيران يجب أن ينتهي هذا المشروع في نقطة قريبة من هذا الذي تتحدث جنابك الكريم عنها نسأل عنها دكتور عبد الوحاف القصاب دكتور المسؤولون الإدارة الأمريكية الجدد أطلقوا إشارات أن هناك استعداد للعودة إلى اتفاق نووي مع إيران لكن بشروط جديدة المراقبون يتحدثون أن هذه الشروط ستكون قاسية ومذلة ومهينة لإيران باعتقادك ما هي هذه الشروط هل ستقبل بها إيران على مضض إيران الآن مخلوق اقتصاديا ستقبل بهذه الشروط أي كانت قسوتها ومرارتها وإهانتها لتتنفس قليلا من هذا الواقع الذي هو فيه اقتصاديا نعم يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال الحقيقة جوابي نعم أوليا ثم سأفصل لكن قبل أن أجيب نعم وأخذ من ما تفضل به أخي العزيز وصديقي أبو مروان دكتور إيران حقيقة نمر من ورق انظر إلى المحيط الأقليمي لإيران وقارن بين القدرات مخرجات القدرة الاستراتيجية للمحيط الأقليمي والإيران إيران تحدها من الجنوب الباكستان والباكستان قوة نووية من الدرجة الأولى لديها 250 رأس نووي قل لي بربك ماذا يعني رأس نووي واحد بدائي أمام 250 هذه القوة الأقليمية الأولى التي إيران أمامها صفر حقيقة من الشمال لدينا روسيا وروسيا واضحة فما الذي يعني الترسانة النووية الهائلة لروسيا مقابل رأس نووي بدائي تريد إيران أو تطمح إيران لصناعته هذا هو الصفر الثاني الصفر الثالث إلى الشمال الغربي وهي تركيا وتركيا الآن هي قوة الأقليمية الأولى الموجودة في وسط آسيا جنوب أوروبا وشمال الشرق الأوسط ماذا يعني دولة من دول حلف الأطلسي أمام دولة لديها قنبلة نووية بدائية واحدة وأخيرا الكيان الصهيوني الذي يتوفر على 300 رأس نووي مقابل رأس نووي واحد الخيار النووي الإيراني خلق لديه ورقة مبكرة جدا خلق ليرعب العرب ليبتز العرب وقال حقيقة وصل إلى ما يريد لكن الآن هذه اللعبة تهد هذا واحد نأتي إلى الموضوع الثاني الذي تفضلت وسألت الآن هل أن إيران ستمضي بروح التحدي التي وسمت خطابها هنا أيضا علينا أن نستذكر أيام الحرب القادسية أيام الحرب العراقية الإيرانية في كل يوم كان هناك خطاب مجعجع يبشر بأنهم سيصبحون في كربلاء ثم إلى الحرمين ولكن نحن نعلم أنا شاهد بعيني على 1250 دبابة شفت صالحة أتينا بها إلى بغداد بعد ختام عملية توكرة على الله أربع إيران هكذا تقاتل بمخالب غيرها تقاتل بدماء غيرها المطلب الدولي الآن الذي سيجبر إيران في يوم من الأيام لكي تعود عليها أن تعود إلى داخل حدودها الأقليمية وتحاول أن تنتبه لمشاكلها عند ذلك يمكن التفاهم معها حتى أقليميا أما هكذا إيران بهذا الصوت المجعجع العالي بالدماء التي تسفك من بيروت وإلى أفغانستان وإلى باب المندب مرورا بالعراق هذه الإيران لن يسمح لها أن تبقى أقليميا ودوليا في المكان هل أن الشروط الآن الجواب الذي قلت لك هل أن الشروط الأمريكية جديدة مهينة الجواب أن ما تريده الولايات المتحدة من إيران هو أن تعترف بالحقيقة التي قلتها أن تعود إلى حدودها عندئذ يمكن التفاهم معها أنا أشعر بأنه لن يسمح لها بصاروخ باليستي مدى أكثر من 150 كيلومتر أبدا وأنا هنا أعيد النظر إلى اتفاق 687 مع ليرا لن يسمح لها بأي صاروخ يتجاوز مدى 150 كيلومتر وربما أقل إذا ما حصل إلى التواجد الأمريكي على الساحل الغربي للخليج العرب ربما 100 كيلومتر ليس أكثر لن يسمح لها بأي خطوة يشمنها الذهاب إلى خيار نووي عسكري أما طاقة نووية سلمية وأما لا طاقة نووية على الإطلاق كيف سيتم هذا بالضربة العسكرية الجواب لا الجواب بالضغط الاقتصادي وبالضغط الاقليمي وبالرسائل التي تعبر تفضلت وقلت قبل قليل ربما كيري أنا حتى لو كان كيري قد استخدم في هذه المرحلة استخدم لإيصار رسالة واضحة لإيران لا تحلموا بأن نعود إلى ما كان بالاتفاق النووي الذي خرجنا منه إلا تحت شروطاً جديدة والشروط الجديدة يتفق الآن الروس والأوروبيون أشكرك مع الولايات المتحدة عليها لا حضور أقليمي لا صواريخ باليستية ذات مدهات بعيدة أظلم هذه هي الصبقة التي سيتم التفاوض عليها علينا هنا أيضاً أن نأخذ بنظر لأكبار وعلى الأمريكيين أيضاً أنا لست في مجال نصحهم لكن عليهم أن يأخذوا هذه الثعلبية الإيرانية في التفاوض هذه المهارة الدبلوماسية عالية النطاق في عملية التسويب والمماطلة وأنهم يبنون على كلمة ويحرفون المفاوضات من مسارها لكن يبقى الهدف الأخير عودوا إلى حدودكم لا صواريخ أنا أشكرك دكتور أعتذر ما عندك لأن يضغط علي أن الحقيقة الوقت انتهى تماماً شكراً للي ضيفنا من واشنطن الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث وشكراً أيضاً الدكتور رافعيل فلاحي الكاتب الباحث السياسي وشكراً للدكتور عبدالحميد العاني هنا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كانوا ضيوف هذه الحلقة لهذا اليوم من طاولة حوار بحثت فيه الرؤية أو استراتيجية الأمريكية المحتملة والمتوقعة للتعامل مع المنطقة وطبعاً في ظل الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة